لكن ما الذي أريد أن أحدث عنه الآن؟ أريد أن أحدث الآن عن تسعة وعشرة مانس وعشر مانس وما بعد تسعة مانس في تاريخنا خصوصا أنه تسعة مانس هي المظاهرة الأولى التي أطلقت أو اليوم الأول للمظاهرات اللي أطلق صورة تسعة عشر الف تسعمية وتسعة عشر إيه أهمية صورة الف تسعمية وتسعة عشر بالنسبة لنا كمصريين بالنسبة لنا كمصريين إنها اللي عملت مصر يعني هي عملت مصر الدولة المصرية والهوية المصرية الحديثة صناعة تأليف وإبداع وصناعة صورة تسعة عشر بمعنى إنه إحنا وإحنا بنتكلم عن مصر بنتكلم عن بلد عظيم وشعب كبير وحضارة هائلة منذ ألاف السنين لكن لما نيجي نتكلم عن الهوية المصرية قد يعني تمثلت وتشكلت وانصهرت ولما نتكلم على الدولة الوطنية المصرية ولما نتكلم على اختيار المصريين لمصرياتهم يعني إمتى يقول أنا مصري أنا دولة مصرية كان مع سورة تسعة عشر مع تسعة مارس الف تسعمية وتسعة عشر أنا الحقيقة يعني الوافد زمان أيام سعد زغلول اختار تلتاشر نوفمبر عيدا للجهاد واعتبروا إن ده بداية سورة تسعة عشر اليوم اللي الزعماء التلاتة سعد زغلول وعب عزيز فهمي وعليش عراوي راحوا للمندوب الإنجليزي عشان يقدموا طلب إنهم عايزين يسافروا يمثلوا مصر في مؤتمر السلام بعد انتهى الحرب العالمية الأولى لكن الحقيقة ده اختيار اللي هو علاقة بعيد الجهاد ده بتعظيم الزعيم أكتر من الاختيار الحقيقي بتاع تسعة مارس لتسعة مارس الشعب اللي خرج مش الزعيم ولا الزعماء السبعة اللي بعد كده اللي يمثلوا حزب الوافد يعني لا الشعب هو الذي يخرج هو اللي يخرج طبعا هتقول لي ممكن يكون لا والتوكلات اللي اتعاملت الزعماء التلاتة في مظاهرات تسعة مارس اللي خرجت مصر كلها وبدأت تخرج بقى على مدى الشهور التالية والسنوات التالية تطالب باستقلال مصر وبحرية مصر وتعلن هوية مصر بدت من يوم تسعة مارس هي ايه هوية مصر لان ده فارق كتير قوي وفارق يعني مهم من الغاية وإحنا بنتكلم عن الأسعار النهاردة مش هنعرف نتكلم عن الأسعار من غير ما نبقى فاهمين هوية البلد دي وطبيعة البلد دي أصل مش هنعرف نتقدم خطوتين لقدام لكن طبعا نعرف نرجع خمسين خطوة الوراء لو مش فاهمين يعني ايه مصر او الهوية المصرية ومش واخدين بالنا انها يعني قل فيه قصي نتفتحه قصي تفتح سنة تسعة وتقفل سنة الفين وطلعتاشر بتلاتين يونيو يؤكد الهوية المصرية يعني اللي طلعوا يوم تسعة مارس الف سعوية وتسعتاشر في شوارع مصر يعلنوا هوية مصر هم اللي طلعوا في تلاتين يونيو الفين وطلعتاشر يؤكدوا على هوية تسعتاشر دي تخيلوا ممكن يكونوش عارفين ممكن يكونوش واخدين بالهم ممكن يكونوش ربطين لكن ده اللي حصل ازاي هقولك ازاي فها كان فيه امنية للسيدة ياسمين الخيام كده كانت في المطالع السبعينيات او في المطالع او اخر السبعينيات ما بعد اظون سبع وسبعين كان يا مصر بحث عن ذاتك الحين عبدالوهاب على فكرة وكلمات حسين السيد شوف مصر تتحدث عن نفسها بقى ام جلسوم ومصر تسأل عن ذاتها وعشان كده ابحث عن ذاتك دي ده كان عنوان كتاب رئيس السادات نفسه وكلم عن حياته ولك البحث عن الذات اللي هو من اكون يعني فالذات المصرية دي الشعب المصري احنا من يوم يكتلنا السيدة ياسمين الخيام يا مصر بحث عن ذاتك هل بحثنا عن ذاتنا بقول لكم الاجابة كانت 2013 ان الناس بحثت عن ذاتك ليه لانها في السكة تعرضنا لحاجات كتير لكن خليني ارجع اليوم 9 مارس وليه احنا قولنا ان احنا عايزين نبقى مصريين احنا مصريين وعايزين نبقى مصريين ونفضل مصريين وهي دي مصر بالنسبة له الحكاية دي حصلت ازاي ما نخد بالك احنا من بعد العصر الفرعوني مصريون يحكمون انفسهم ويحكمون العالم مرينا بظروف مهببة احتلالات متتالية احتلالات متتالية ما فيهاش مصر بيحكم العالم ما فيهاش بالتأكيد مصر بيحكم مصر اصل في الاحتلالات المتتالية دي ويقول لك بقى ايش بيزنطي على ايش فرسي على ايش عربي على ايش تركي على ايش انجليزي انما هل في مصري حكم مصر من بعد الفرعنة محمد نجيب صوروا شابت في المادة ده كله كرئيس يعني هو الرجل الاول يعني كل داعشنا تحت احتلالات مصر الشعب المصري موجودة هو والامة المصرية موجودة هي بس محتلة من كل الناس دي من كل الامم دي واللي قاعد بقى اللي قاعد ريح سبعين سنة واللي قاعد ريح ربعمية وبرضه من الناس كتير من المصريين يعني يعني لا يعثره يعني على حقيقة مهمة في التاريخ ان احنا عمرنا ما كان عندنا جيش ولا عمرنا دخلنا في حروب اساسا كمصريين من بعد برضو العظمة والخضراء الفرعوني وكل اللي كان بيجي احتلنا كان الشرط الاول انه احنا منشيش السلاح ولا نتجند في الجيش ولا نمى موجودة في الجيش حتى محمد علي لما عمل الجيش في الاول الف تبنونية واحداشر قاعدنوا شوية كده على ما يضم المصريين بدأ تجنيد المصريين الف تبنونية وستاشر يعني بعد احتاشر سنة من تولي محمد علي الحكم ومش عايز اقولك كمان انه على المصريين ما بقوا قادة في الجيش دولة خدنا بقى العصر سعيد باشا لما احمد عربي دخل الجيش ده هو سعيد باشا قرر يجند المصريين ومحمد علي ويجند ولاد العمد وولاد المشايخ الشيوخ البلد ومنهم احمد عربي كان المهم يخشه نفر عسكري نفر على بقى ما وصل اميرلاي وابتعده في عصر سعيد وبرضه هو خلق من الزباط دولة بمساحة مهمة جدا للخدوي انه كان لما يوصل لردبة معينة ياخد اقطاعية من الارض زون مئة الف فدان فهيبقى مش بس ردبة وكمان غني فهيبقى اسرة وتمكن وطبعة حتى احمد عربي وعبعال حلمي والمجموعة اللي قادوا صورة عربي اساسا كانوا يعني كان متجاوز وصيفة زوجة الخدوي نفسه وكان عبد العالحلمي احد قادة الصورة هو رئيس الحرس الخدوي بتاع الخدوي نفسه فكان برضه لما نكلم على الجيش المصري وقتها نكلم على الجيش المصري سنة 1816 لما نيجي نتكلم على القيادات الجيش المصري نكلم بعدين كمان انما جندي مصري خرج وروح حارب كده حارب مع أبراهيم باشي ده يوم ما بقى فيه جندي مصري يوم ما بروحنا عند القسطنطينية ويوم ما حاربنا بقى في جزيرة القرب اللي عليها كل الحوار اللي ده الاوكراني اللي روسي اللي غربي الامريكي ده الجيش ده بقى جنود المصريين يعني ما فيش جنود مصريين من أيام أحمس من أيام الفراعنة نعم ما فيش هو جيم طبعا لطيف في السكة دي بقى الناس بقى تقعد تتكلم في التاريخ عن طب والحروب المماليك بقى المماليك عاديد في مصر عايز تسميهم مصريين زي ما انت عايز انت حر يعني صراحة دي الايوبي بيقود جيش من مصر لكن عايز تقوله انه مصريين انت حر اللي عايز تتكلم في التاريخ بأمانة ما تقدرش تقول مصريين خالص انما عايز تتكلم انها يعني مصر اللي أشعت وقدمت وآه ماشي طبعا ليه لا عموما طب لما نقع الناس تحتلك 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 وانت عايش طول الوقت تحت الاحتلال ده انت اكيد بتتغير او اكيد في شيء جواك بيضير شخصيتك طباعك ممكن لغتك مش كده اكيد شوف فرنسويين قعدوا كم سنة 130 سنة في الجزائر لغاية دلوقتي الجزائر بتكلم فرنساوية والمغرب وتونس اذا والافريقيا كلها تم احتلالها بالدول الفرنسا وبلجيكا والجلترا وغيرها واخدوا واكتسبوا وهولندا واكتسبوا لغات بلد المحتل طب احنا احتللنا كل هذه الفترات اكيد دي سابت شيء في الشخصية المصرية صحيح سابت شيء في الشخصية المصرية لكن الشخصية المصرية نفسها بقى وتكوينها ورقبطها بقى طرحت فين يعني هل احنا لما تم بقينا عربا لما السلطة العربية بقى هي اللي سيطرت وبقيت تحكمنا السلوات دي كلها هل في الوضع ده انت اصبحت يعني عربي على طريقة مثلا العربي اللي في بغداد او العربي اللي في الرياض او في مكة خاشي السلطة العربية السؤال لما احتليت انت من قبل العثمانيين هل بقيت تركي عثماني ما انا اقولك انت خدت كل الاحتلالات الاحتلالات فيها دين بيفرض نفسه او فيها جنسية بتفرض نفسها كويس خرجت من كل ده بإيه بقى خرجت بصورة 19 يعني احنا عدنا ايه موجة تود وموجة تجيب موجة تلطم وموجة ترمي وموجة تعلي وموجة تنزل وتجارب وخبرات بلد رهيبة شافت خبرات هائلة وتعاملت مع كل جنسيات الارض ومع كل حكام الارض ومع كل دول الارض وكل واحد عدى وكل مش عارف ايه حارب ودفعنا و واندفعنا وانتصرنا وانهزمنا ويعني كل شيء جرى لغاية الخلاصة بقى انه خلاص بقت المسألة واضحة احنا عايزين ايه واحنا مين او احنا مين واحنا عايزين ايه ده يوم 9 مارس ليه لان في الوقت ده انت كان قدامك حاجة من اتنين ده الوقت كان فيه حرب عالمية 1114 انت كنت تحت الاحتلال العثماني طول الوقت ده وجزء من الدولة العثمانية الدولة العثمانية اشتركت في الحرب مع المانيا في مواجهة دول المحور او دول الحلف الحلفة انجلترا وفرنسا فانتهى الامر الى انه انجلترا قررت للحفاظ على مصر وهي محتلها من سنة 1881 انها تعلن الحماية عليها وانها تفك علاقتها بالدولة العثمانية خطت ده غالبا في التاريخ طيب في اللحظة دي بقى مصر عندها خيارين اما اختيار ان الشعب المصري ده يطلع يقول ان احنا عايزين بعد ما الحرب انتهت عايزين نرجع تركوة نرجع تحت الاحتلال التركي اللي يسمونه الخلافة او نبت تحت الدولة العثمانية وفي اختيار تاني ان انا عايز افضل علاقتي بالطريقة دي كمعلاقة وثيقة ومهمة وهي تحميني وانا اتحام في دولة كبيرة منتصرة في حرب هائلة عالمية كبرى ومثلا جزء من دول كومنولث زي جنوب افريقيا في الوقت ده وزي ده دول كتير يعني زي كندا وفي خيار ثالث ان انا مصر انا وقد تبين لي انا الشعب المصري بعد كل هذه الاعوام الطويلة التي عشتها انا واجدادي واجداد اجدادي من احتلالات ومن وجود دول كثيرة جاءت فاحتلتنا وضمت مصر اليها وعاش الشعب المصري تحت احتلالها وتحت ثقافتها وتشرب منها اديانا وتشرب منها ثقافات وتشرب منها الكثير فهو الشعب المصري الان يقرر ان يكون وحده ان يكون مصريا له هوية مصرية ودولة وطنية ويعيش فيها الجميع تحت راية المساواة الدين لله والوطن للجميع لما يطلع يقول شعب المصري معلون كل خبرات مئات السنين دي تجمعت وتكونت واصبحت دي عقيدة المصري طبعا ما وصلوا لعقيدتهم دي بعد ما اقولك مراحل كتير وبعد ما ظهر ناس كتير في حياتنا وجهوا الشعب المصري الى الطريق السليم الصحيح الصواب وهو انك مصري وهو انه في حاجة اسمها مصر مش في حاجة اسمها خلافة ولا في حاجة اسمها السلطنة ولا في حاجة اسمها الارتباط السياسي بالدين ولا في حاجة اسمها حتى الولاء للغرب بانك تتبقى قطعة منه